إدانة شخصين بممارسة الرق والحكم بسجنهما قبل أيام عاد إلى الواجهة الجدل حول العبودية في موريتانيا وجهود القضاء عليها منظمات حقوقية اعتبرت الأحكام مخففة ودعت إلى إنزال أقسى العقوبات بكل من يثبت عليه ارتكابه لجريمة الرق الحكومة الموريتانية ما زالت ترفض المعاملة بشكل صريح وصار مع الجرائم المرتكبة في مجال العبودية والآليات المتخذة من طرف الحكومة الموريتانية لا ترقى إطلاقا لمستوى هذه الجرائم كذلك العقوبات لا ترقى الأحكام لا ترقى لمستوى العقوبات التي يجب وضعها لهؤلاء المجرمين الجهات الحكومية تؤكد مضيها في جهود محاربة العبودية عبر مقاربة متعددة الأبعاد تشمل علاوة على الجانب القانوني الدعم الاجتماعي ودمج الضحايا اللجنة اعتمدت مقاربة من سنة 2019 حول العبودية هذه المقاربة من أجل التحسيس بخطورة هذه الظاهرة وأن يا الله الكل يعمل من أجل الغضاء لها بهالي وصمة عار للمجتمع الموريتاني ككل يجرم القانون الموريتاني الاستعباد ويعاقب ممارسه بعقوبات قد تصل للسجن 20 عاما وتقول السلطات إن ضمان إنفاذ هذا القانون كان دافعها عام 2015 لإنشاء ثلاث محاكم خاصة بجرائم الجق موزعة على مناطق البلاد يتداخل الحقوقي والسياسي في موضوع العبودية في موريتانيا ما يخول دون توفر صورة واضحة عن حجم ممارسة للسرقاق ففي حين تتحدث منظمات حقوقية عن ظاهرة مستشرية تقول هيئات حكومية وغير حكومية إن المتباقية من العبودية في البلاد مجرد خالات معزولة ينال مرتكبها جزاءهم أمام القضاء إبراهيم مصطفى العربية نواك شهوت لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات